بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابي وطالباتي عبر قنوات عين نبدأ الدرس لهذا اليوم المرحلة هي المرحلة المتوسطة لصفوف التربية الفكرية الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الأول المادة لغة إنجليزية وموضوع الدرس معكم إلهام الهوش قوانين التعلم الإلكتروني ننظر جيدا إلى الدرس تصغي وتستمع إلى ما يقال ماذا تعني؟ نلتزم الهدوء حتى نستطيع التركيز والانتباه في هذا الدرس نرفع أيدينا لطلب المساعدة ونقدم يد المساعدة لأصدقائنا عند الحاجة درس اليوم بعنوان ويك ديز ماذا تعني هذه الجملة؟ ويك ديز ماذا تعني كلمة ويك وماذا تعني كلمة ديز؟ ويك تعني أسبوع ديز تعني أيام إذن درس اليوم بعنوان أيام الأسبوع سنتعرف في هذا الدرس على أيام الأسبوع باللغة الإنجليزية كم عدد أيام الأسبوع؟ How many days of the week? How many in English؟ ماذا كيف نقول رقم سبعة باللغة الإنجليزية؟ 7 Excellent We have 7 days of the week سنتعرف اليوم على ثلاثة أيام Sunday Monday Tuesday وتعني الأحد الاثنين والثلاثة لذلك سيكون الهدف العام لهذا الدرس The main objective After this lesson My students will be able to name the weekdays مع انتهاء هذا الدرس سيتمكن طلابي وطالباتي من تسمية أيام الأسبوع باللغة الإنجليزية Learning objectives أهداف التدريس After this lesson My students will be able to مع انتهاء هذه الحصة سيتمكن طلابي وطالباتي من Name the weekdays when they asked to تسمية أيام الأسبوع التي سنتعرف عليها اليوم عندما يطلب منهم ذلك Write the words Sunday, Monday and Tuesday كتابة الكلمات Sunday, Monday, Tuesday وتعني الأحد الاثنين و الثلاثاء أحسنتم Look at this pictures ننظر إلى هذه الصور نشاهد هنا صفحات من التقويم What is the first day of the week? ما هو اليوم الأول من أيام الأسبوع؟ يوم الأحد أحسنتم كيف نسمي يوم الأحد باللغة الإنجليزية؟ sunday 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 great job great job ماذا تعني sunday أي يوم 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 الأحد great job one more time ماذا يعني يوم الأحد باللغة الإنجليزية؟ sunday great job ما هو اليوم الذي يلي يوم الأحد؟ يوم الاثنين ماذا يسمى يوم الاثنين باللغة الإنجليزية؟ monday 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 إذن monday تعني يوم الأثنين great job one more time كيف نسمي يوم الأثنين باللغة الإنجليزية؟ monday monday great job so sunday monday الأحد الاثنين ثم الثلاثاء great job ولكن ماذا يسمى يوم الثلاثاء باللغة الإنجليزية؟ tuesday 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 great job tuesday تعني يوم الثلاثاء excellent مرة أخرى هذا يسمى يوم الثلاثاء باللغة الإنجليزية tuesday tuesday so sunday monday and tuesday good job good job أحسنتم ننظر معان إلى اللوح ما هو هذا اليوم؟ what is this day? it's sunday great job ما هو اليوم؟ ما هو ترتيب هذا اليوم في أيام الأسبوع؟ sunday sunday ترتيبه الأول monday monday أحسنتم الثاني second and monday monday هو اليوم الثاني من أيام الأسبوع ثم ماذا؟ sunday monday and tuesday tuesday ما هو ترتيب هذا اليوم؟ tuesday tuesday تعني الثلاثاء أليس كذلك؟ إذن ترتيبه الثالث it's the third day of the week so first second third sunday monday tuesday أحسنتم الآن نفتح الكتب open your book page 454 صفحة 454 practice number one التمرين الأول listen and repeat فلنستمع لصوت المعلمة sunday 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 بصوت أعلى monday 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 tuesday 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 good job أحسنتم يا طلابي the next page page 455 practice number two التمرين الثاني color the first day of the week ماذا تعني color؟ color نلوّن أحسنتم ماذا نلوّن؟ هل نلوّن جميع الكلمات sunday monday tuesday؟ نقرأ السؤال مرة أخرى color the first day of the week the first day of the week أحسنتم نلوّن؟ اليوم الأول من أيام الأسبوع سيكون هذا النشاط home work من يتذكّر ماذا تعني home work؟ تعني واجب أحسنتم واجب منزلي practice number three التمرين الثالث match ماذا تعني كلمة match؟ match نصل أحسنتم نصل أيام الأسبوع بالترتيب الصحيح الكلمة الأولى monday ما هو الترتيب؟ monday أين هي كلمة monday؟ monday excellent this is monday ما هو الترتيب؟ the second أحسنتم الثانين number two great job Tuesday 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 ننظر إلى اللوح مرة أخرى أين هي كلمة Tuesday أين هو يوم Tuesday الثلاثة أحسنتم this is Tuesday ما هو الترتيب؟ third أحسنتم الثالث number أحسنتم number three Sunday Sunday ما هو الترتيب؟ Sunday يوم الأحد أحسنتم يوم الأحد هو أول أيام الأسبوع great job recommendations أو التوصيات do your homework نحل الواجب المنزلي color the first day of the week only the first day of the week practice نتدرب كيف نتدرب على هذا الدرس من المهم؟ حفظ الكلمات بالترتيب Sunday Monday Tuesday وأيضاً ننظر لطريقة كتابة هذه الكلمات سنتعرف في الأسبوع القادم على كتابة أيام الأسبوع Be prepared for the next class نستعد جيداً للأسبوع القادم نتدرب على ترتيب أحرف الكلمات ترتيب أحرف كلمة Sunday Monday and Tuesday listen to an English language نستمع دائماً إلى اللغة الإنجليزية درس اليوم بعنوان weekdays أيام الأسبوع تعرفنا على ثلاثة أيام Sunday Monday and Tuesday great job شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته